نوبات الهلع في الزواج او من الزواج واو واو لا انت محتاجة الى اكيد انت تتلسين محد اكيد ليش من الزواج هل انه عنيف يخوف او انت حساس تخافين لان تخافين انه دايما لازم تراقبينه انه بتخسرينه انه في حد بيدخل حياته فعلى حسب في ناس نوبات الهلع على حسب حساسية الشخص وفي ناس لا على حسب مدى تعنيف الشخص الثاني لتش فانت اي وحدة فيهم وفي كل الحالات انت محتاجة الى جلسة وتشرف نبدأ فيها بالذكاء العاطفي نشوف من وين اياه وشو السبب وشو السبب الاصلي اللي متحكم ومسيطر فيك من الداخل الله يحفظت يا حبيبتي الزواج المفروض انه يكون مكان امن استقرار في سكينة في مودة في رحمة لما تيني نوبات حلع من العلاقة هذه حبيبتي انا ما اعرف ما اقدر اقرر عنه لكن الله مستعان